ولا نخاف في قولة الحق لو ما تلعب لا نخايفين من المجتمع الدولي ويقولون منظمات ومش عارف ايش واننا راهم بيراقبونا واننا احنا مش عارف ندعمه في القضية الفلسطينية وندعمه في المقاومة ولا بالنسبة عن نفسي انا ما نيش متردد فيها نهائيا ندعمه في المقاومة يتابع المجتمع الدولي السفرات مش عارف ايش لا كيف تدعم في المقاومة ندعم فيها انا عندي دولة تدعم فيها قلبا وقالبا ومثما تفضل اخي عبدالسلام امس مظاهرات ونؤمن بهذه القضية الصغير قبل الكبير وفي اشياء اخرى ممكن ما فيش داعي واحد يتحدث عليها حتى تقوم بها في دولتي انها تعتبر نوع من المزاهدة ومن هذا الشيء وهذا واجب اصلا وسوف نقدم كل ما نملك تجاه القضية الفلسطينية اقسم بالله العظيم لو فيه الية لفتح الحدود اقسم بالله وانا مساعي كلامي وكلكم تعرفوا وضع اللي في ليبيا علينا نعم السلاح اللي في ليبيا كلنا نقلو لغزة وقاعدين مقاتلين عندنا كلهم موجودين ومدربين لو فيه الية لفتح الحدود وانا مسؤول عن كلامي وتواصلوا معانا الشباب تعتبروهم قوات امنية كتائب لم تستقر ليبيا حاليا في الوضع اللي هي فيه لو فيه الية لفتح الحدود سوف نقاتل في غزة ونقاتل مع أخوتنا في فلسطين ترجمة نانسي قنقر